وصدى جهود دولة خلال الأعوام الماضية لتحقيق تنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادية تتمتع مصر الآن بإمكانات اقتصادية ضخمة وفورة سنثثمارية واعدة في العديد من المجالات هذا وتستهدف البلاد خلال السنوات الثلاثة القادمة تحقيق معادلات نمو تتراوح ما بين 5.5% إلى 7% التنفيذ الناجح لبنامج الإصلاح الاقتصادية قد مكن مصر من التغلب على تدعيات كورونا وكانت تنمية البشرية والحماية الاجتماعية دوما في صميم البرنامج كما التزمت الدولة بالتخفيف عن محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجا هذا وتمثلت جهود الدولة لارتقاء بمعيشة الموطن من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أجل تطوير المناطق الرفية بميزانية تبلغ 40 مليار يورو حيث لأنه لأول مرة يتم تنفيذ مشروع وطني واحد لخدمة ما يقرب من 58 مليون مواطن في ثلاثة أعوام بنامج والإصلاح الهيكلية يقدم أيضا المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات حيث أصبحت مصر بوابة للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية من خلال الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف هذا ونجحت مصر خلال الأعوام الماضية في التحول من بلد لديه عجز في إمدادات الطاقة إلى دولة تمتلك فائدا كبيرا أما عن جهود التحول الرقمي فتولي مصر أهمية خاصة لملفات الرقمنا كما اتخذت خطوات جادة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية وذلك إلى جانب الاهتمام بالاقتصاد الأخضر من جانبه أشاد صندوق النقد الدولي ببنامج الأصلاح الاقتصادية لكونه نموذجا ناجحا حيث انخفض عجز الموازن من 12% في عام 2013 إلى 7.8% في عام 2020 كما انخفضت أيضا معدلات التضخم من 11% إلى 5.7% والبطالة من 12.4% إلى 7.3% بنهاية الربع الثاني من هذا العام مشاهدين الكرام كان هذا عرضا موجزا حول نجاح بنامج الأصلاح الاقتصادي وما تبذلها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة أشكر لكم طيب المتابعة